اشتركوا في القناة عندما يكون الانجاز سمة سائدة في العمل القضائي تجد الارقام شاهدة على كل ما تحقق خلال عام 2021 ان تقدم وتطور ملموس عملت على اتمامه النيابة العامة بكل احترافية واخلاص وتفاني اكد سعادة الدكتور علي بن فاضل بعينين خلال الكلمة التي ألقاها على ان النيابة العامة تأخذ بمبدأ التطوير والتحديث الدائم والمتتابع وهو امر ضروري للتطبيق الامثل لحكام القوانين ومواكبة ما يستجد منها وبالتالي تحقيق مقاصد هذه القوانين الانسانية والاجتماعية والاقتصادية واكد كذلك ان التطوير ينصب على منظومة العمل وتنمية قدرات اعضاء النيابة العامة ومنتسبيها لمواكبة التطورات التشريعية الحديثة وان الغرض من التطوير بلوغ النيابة العامة افضل مستوى في الاداء لتحقيق العدالة الناجزة كما اكد او ذكر خلال المؤتمر الصحفي صور التطوير التي نفذت في عام 2021 كان من بينها انشاء مكتب الرعاية اللاحقة بنيابة الاسرة والطفل وكذلك نظرا لخطورة نوعيات الجرائم التي تمس حقوق الدولة والاقتصاد الوطني والاستثمار ومن ثم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة فقد تم انشاء وحدة التهرب الضريبي ضمن هيكل نيابة الجرائم المالية وغسل الأممال وكذلك تم تطوير ادارة الادلة المادية بالنيابة العامة وانشاء وحدة حقوق الانسان بمكتب التعاون الدولي تحقيقا لرؤى وتطلعات النيابة واهداف رسالتها الوطنية السامية اكد سعادة النائب العامة الدكتور علي بن فضل البوعينين ان النيابة العامة عملت على تطوير قدراتها من خلال خطط مدروسة في انشاء النيابات المتخصصة وتطوير الوحدات والمكاتب بما يضمن حفظ وحماية حقوق الانسان وفق احدث الاليات المتطورة انجزت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عدد 187 قضية وهو ما يشكل 95% من القضايا التي بشرتها في عام 2021 وهو ما اعلن عنه في المؤتمر الصحفي قبل قليل وما سرعة الانجاز وجودة العمل هو ما تسعى اليه النيابة العامة وما يحرر يحرس عليه ويهتم به سعادة النائب العام ويوجه به العضاء خصوصا لما تتعلق به وتختص به نيابة الجرائم المالية وتنظر من قضايا ذات اهمية تتعلق بالوظيفة العامة وتمس حقوق الافراد والمواطنين وكذلك من القضايا العابرة للحدود والوطنية كما تم في عام 2021 إنجاز وهو إنشاء وحدة جرائم التهرب الضريبي التابعة لنيابة جرائم المالية غسل الأموال بغرار سعادة النائب العام وهي التي تعنى بالنظر في القضايا ذات العلاقة وذلك في سبيل الحفاظ على حق الدولة في اكتساب وتحصيل إيراداتها والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية خلال المؤتمر السنوي للنيابة العامة عرض سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين مظاهر التطوير والتحديث العملي لعام 2021 حيث كان لنيابة الأسرة والطفل نصيب من هذا التطوير المنطلق من حساسية اختصاصها بقضايا الطفل لذلك تم إعادة تنظيم عمل واختصاصات هذه النيابة إلى جانب إنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة والذي يتولى تنفيذ ومتابعة الأحكام والأوامر الصادرة فضل عن دعم تعزيز مظهومة الرعاية اللاحقة للطفل منجزات عديدة حققتها النيابة العامة احتفظت من خلالها بتميزها وقدرتها على تطوير العمل بأساليب حديثة ومبتكرة خفضت من خلالها القضايا والجرائم بما يعكس الوعي المجتمعي ونجاعة الإجراءات النيابية والقضائية بما يحقق العدالة والمساواة للأفراد في المجتمع والمقيمين على أرض مملكة البحرين تطور كبير وملحوظ تجزيد لرسالتها الوطنية وأهدافها السامية حققت النيابة العامة تقدما في أداء عملها بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والمكتسبات للجميع يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر